موجز الأهم وآخر الأنباء أهلا بكم استقبل رئيس الوزراء دكتور ماين عبد المالك في عدن سفير ولاية المتحدة الأمريكية لدى بلادنا ستيفن باقين والوافد المرافق له في إطار تعزيز العلاقات السنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين واستمرارا لتحركات الدولية الدائمة للحكومة في جهودها لردع الإرهاب الحوثي وتهديد الملاحة الدولية وأمن المنطقة جرى خلال اللقاء تبهد الوجهة النظر حول الموقف الأممي والدولي المطلوب للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام وما تمثله من تسعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية والمنطقة ووضع مساعي السلام في مهب الضياع والإنهيار والدعم الدولي للحكومة الشرعية لمواجهة وردع هذا التسعيد الحوثي الخطير بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوث بن مبارك مع مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة دكتور سالم بن محمد المالك مجالات التعاون المشترك وأنشطة وبرامج المنظمة التي تقدمها لبلادنا وخلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتحالف الحضارات المنعقد في الرباط أشار بمبارك إلى أن الوضع الذي تمر به بلادنا حاليا يستدعي رفع مستوى التعاون خصوصا في مجال حفظ التراث اليمني وصيانته وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية في مختلف المجالات وألفت إلى ما خلفته الحرب العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية من ويلات وأزمات على مختلف المستويات بما في ذلك الجوانب التربوية والثقافية والإنسانية بحث وزير الدفاع الفريق روك المحسن محمد الدائري مع السفير الامريكي ستيفان فاغين والملحق العسكري في السفارة الامريكية مارك وايتمان بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشتركة في مقدمتها التعاون في محاربة الإرهاب وخلال اللقاء كد وزير الدفاع بروز التخادم والتعاون بين الجماعات الإرهابية القاعدة وداعش والحوثي من خلال إيواء جماعة الحوثي عناصر هذه الجماعة في مناطق سيطرتها ودعمهم بالأسلحة ما يستوجب حشد المزيد من اليهود المحلية والدولية لمواجهة هذه الأخطار التي تهدد اليمن والمنطقة والعالم ناقش وزير الداخلية لواروك إبراهيم حيدان بالعاصمة الموقتة عدن مع السفير الامريكي لدى بلاد ستيفان فاغين تهديدات ميليشيات الحوثي الإرهابية وتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ودعم خفر السواحل ودعم خط خطة تأمين محافظة عدن وثمن وزير الداخلية جهود الولايات المتحدة في دعم الحكومة الشرعية ودورها في تأمين الملاحة وضبط العديد من السفن التي تتعامل مع الميليشيات الحوثية في تهريب الأسلحة والمخدرات معبر أنها تطلع اليمن لتصريف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية من قبل الإدارة الامريكية ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية جريمة جديدة بحق أبناء مديرية حيث حيث أصيب الطفل برصاص الميليشيات من أبناء منطقة حاضية بمديرية حيث جنوب الحديدة وقالت مصادر الطبية أن الطفل عبدالله محمد عبده أصيب بطلقة رصاص ميليشيات الحوثي في قدمه اليسرى وهو نائم في منزله وأكدت المصادر أنه تم إسعاف الطفل إلى مستشفى حيث لترقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واستنكر مدير مديرية حيث مطهار القاضي هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في مديرية حيث أو في مديرية حيث وتستهدف الأطفال والنساء والشيوخ وصلنا للنهاية الموجز قدمناه لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله